لكن لو قيل ما يخبر عن أحوال الطقس وأحوال الجو مما يمكن أن يقع من غبار أو مطر أو نحو ذلك فليس هذا من الكهانة في شيء لأنه عبارة عن توقعات للأرصاد لكن يجب وهنا انتشر في هذا الزمن مع قلة العلم يقولون سيكون هناك مع قلة علم المتلقين وإلا فمن نسمعه من هؤلاء المخبرين في وسائل إعلامنا هم يقولون نتوقع ذلك بمشيئة الله عز وجل ويجب أن تدرج كلمة مشيئة الله عز وجل في ضمن هذه الأخبار لكن من هم في هذا الزمن من هذا الجيل يتناقلون بأن هناك غباراً سيأتي أو أن هناك أمطاراً ستأتي في ذلك اليوم وينقلونها على خبر التعيين والتثبيت واليقين وهذا خطأ محر وكم من مرة فيما مضى أخبر عن أشياء ستقع وإذا بها تتخلف سواء كان غباراً أو أمطاراً أو غير ذلك